الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين روى الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة هذا الحديث يبين لنا أمرا من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها في الصيام وهو تعجيل الفطر في من السنن التي قد يتركها كثير من الناس أنه إذا تأكد من دخول الوقت وقت الإفطار يقول خلص خليني كمان اتأكد بعد أعطي بعد دقائق حتى يعني يتمكن الوقت تمكن الوقت من أي شيء إذا تيقنت من دخول الوقت فعليك أن تفتر في الحال ما تنتظر لأنه هذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قضية تأخير السحور بعض الناس يقول خليني امسك عن السحور قبل يعني هيكي بكون متأكد أنه والله نكلت يعني قبل الفجر أنت تأكل حتى تتيقن أنه دخل الفجر إلى دخول الفجر فلك أن تأكل بس يدخل وقت الفجر خلص يحرم عليك الأكل لأنه بيصير هوني وقت الصيام أما أن يأتي الإنسان ويتعجل في السحور ويؤخر الفطر فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في قضية الفطر حديث النبي عليه السلام هذا قال لا تزال أمتي أو لا يزال الناس بخير الناس بتكون بخير ما عجل الفطر يعجل يعني لما تيقن من دخول الوقت أفطر ولا تترك الوقت أن يمر ولذلك كذلك في السحور فقد ورد في الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال تسحر أو تسحرنا أنا وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما فرغنا من السحور أو من السحور قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قال قتادة عم يقول لأنس كم كان بين أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحور وبين الصلاة قداش كان لما فرغ من السحور يعني أذن كم كان بين الأذان وبين أن صلى النبي عليه وسلم قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية يعني بالقدر الذي يقرأ فيها الإنسان خمسين آية قداش بيأخذ معه أقصى حد بيأخذ معه سبع دقائق إلى عشر دقائق خمسين آية فلذلك هذا يبين لنا أن النبي عليه وسلم لما أذن الفجر ترك السحور ثم قام إلى الصلاة يعني حتى كان أذن وصل السنة ودخل في الصلاة صار في عشر دقائق فلذلك يعني الرسول عليه وسلم أخر السحور إلى أن تيقن من دخول الفجر ما قال والله بدي أعمل قبل أتوقف قبل لا ولذلك يقول ابن حجر رضي الله رحمه الله ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري يقول في كتابه فتح الباري يقول ومن البدع المنكرة التي حدثت للبدع المنكر التي حدثت أن أناسا يتعجلون السحور ويؤخرون الفطرة ويخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فقد كثر فيهم الشر وقل فيهم الخير والله المستعان فلذلك الإنسان عليه إذا تيقنت من أنه قد دخل وقت المغرب خلص كل لا تنتظر بعد وإذا كنت في السحور وقت السحر عم تتصحر فتسحر حتى تتيقن أنه دخل وقت الفجر وما تكون مثل معظ الناس والله خلينا دخل صعيح بس بعد خمس دقائق هيك بتأكد لا هذا مخالف للسنة وكما قال ابن حجر قال هذه من البدع المنكرة والذي إذا فعلها الإنسان قال يقل خيره ويكثر فيه الشر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين